وأهلا بكم مشاهدين الكرام إلى هذه النشرة الاقتصادية تحديدا سنتكلم فيها عن أسعار العملات العربية والأجنبية كذلك أسعار الذهب طبعا شهدت العملات الأجنبية والعربية استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصري نظرا لعدم موجود تعاملات خلال العطلة الأسبوعية بالبنوك المصرية فاستقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري عند سعر 15 جنيه و 64 قرش للشراء و 15 جنيه و 74 جنيه للبيع كذلك استقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري عند 18 جنيه و 13 قرش للشراء و 18 جنيه و 27 كذلك للبيع أما سعر صرف الجنيه الاسترليني أمام الجنيه المصري فسجل 20 جنيه و 99 قرش شراء كذلك سجل 21 جنيه و 18 قرش للبيع سجل كذلك سعر صرف اليوان الصيني أمام الجنيه المصري جنيهان و 41 قرش للشراء و 44 قرش للبيع أما بالنسبة للعملات العربية فاستقر سعر صرف اليوروان الصعودي أمام الجنيه المصري عند سعر 4 جنيه و 18 قرش للشراء و 4 جنيه و 19 قرش للبيع كذلك استقر سعر صرف الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري عند سعر 49 جنيه و 27 قرش للشراء و 52 جنيه و 24 قرش للبيع إذن مشاهدين الكرام كان هذا كل كذلك عن أسعار الذهب عفوا شهدت أسعار الذهب في مصر استقرارا متأثرة بالثبات في آخر التعاملات الإسبوعية للبورصة العالمية مساء أول أمس عند مستوى 1761 دولار للأوقية يأتي ذلك عقب ارتفاع أسعار الذهب الجمعة الماضية مما يبقي المعدن على طريق تحقيق مكاسب أسبوعية طفيفة ونستعرض مع حضراتكم أسعار الذهب في مصر فالذهب من عيار 18 سقل 665 جنيه للجرام كذلك سقل عيار 21 أكثر انتشارا اليوم في مصر 776 جنيه للجرام أما الذهب من عيار 24 يسقل 887 جنيه للجرام أما وختاما الجنيه الذهب بلغت قيمة 6285 جنيه بهذا مشاهدين الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الاقتصادية نذهب الآن إلى فاصل قصير ثم نعود لاستكمال متبقى من فقرات هذا الصباح مع منا وحسن